الخبر الاول اللي عندنا عن التهجم اللي اتعرضلى نورمار ورد نورمار على هذي التهجمات ف اول تهجم اتعرضلى لما نزل نورمار هذا المقطع على قناته they ll chan wyya yara mahr فف원 ز azul قمر مار يجموا على هذو المقطع بالتعلقات اللي بالالانجليزي ليكتمن عنه هجاش قمرع يتجمدون المشاهدات اما بالنسبة للتهجم الثاني اللي اتعرضلى نورمار فلما النور رد نزال نورمار بتوك توك هذا المقطع فهو يملأ أشخاص يتهجموا عليه أنه ما يريدون تصور بها عايدة أما بالنسبة الرد نور مار على هذه التهجمات فالنور نزع على حسب الإنستغرام شوية ستوريات نوعا ما كان متذايق من هذه التهجمات ويطلب بها من المتابعين أنه يقولوا له شنه يريدون بالضبط على مودي يقدر يرضيهم فهو يملأ المتابعين قالوا له أنه ليش ما تصور هاي فيديوهات التك توك ويا الفريق يرد عليهم أنه أهالي البنات اللي بالفريق بيقبلون أن يصورون تك توك وأنه عنده قروبين قروب لليوتيوب وقروب للتك توك فكل واحد لحال لحطكم الإستوريات شوفوها أما بالنسبة للشي الثاني اللي طلبوا المتابعين فهو أنه ليش صورية عايدة وأنه بعد لي صوروا إياها فيرد عليهم نور مار أنه هي لبنية مثل أختي مو أكثر وعادة صوروا إياها وصوروا إياها وغيرها وبالنهاية أنه هو باقي إنا فرحطكم هذا الإستوريات شوفوها فاهم قصتكم يعني البنية كم مرة قلت لكم أنه هي مثل أختي وما في مشكلة وأنا ملي مسبت أنه كتير كتير يعني عادي أنا بصور سلو موشن يمكن هون اليوم بكرة يمكن مع غير مع بعض ناس ما كنت أولي يعني وين المشكلة لك والله أنا ألكن ومهما أجوا بنات ومهما هي رح ضل ألكن فلتموني يا حباي بلكومنتاج شو رأيكم بهذا الخبر الخبر الثاني اللي عدنا على أحمد أبررب وبرهم المعراوي وشنو صار بالمشكلة اللي بيناتهم فبعد ما أحمد أبررب نزع شوية ستوريات يتهجن بها على برهم المعراوي طبعا بالنسبة لأشخاص اللي شافوا والمقطع السابق فأكيد يعرفون شو للقصة أما بالنسبة الحاليين فبرهم نزع على حسابه بالإنستغرام شوية ستوريات يرد بها على ستوريات أحمد أبررب فيقول لهم أنتوا حالي جاسين تكبرون المشكلة بنزيلكم لهذه الستوريات وبتنزيلكم لهذا المقطع وأن القصة تفهمها مستاهلة تكبير لها الدرجة وأنه هو حذف مقطع علم ودي خلاص من المشكلة وطبعا من الواضح لو بالاستوريات كان كل يش حزين وكان لحييبتيبع شوية فيقول لهم أن تكلكم وقفتوا ضدي وطبعا بعدها برهم رجع المقطع لي مساحة وبعدها بالنهاية ختم بهذا الستوري اللي كان كاتب بي كلام حاكيت أحمد وطلع الموضوع ستفاهم واثنيناتنا فاهمين موضوع غلط ولو ظلمت الأحمد بالفيديو فحقوا عليه وأبدا مش قزدي بالنهاية مج فيديو يوتيوب أو غيرها ممكن ينزع صحبة طويلة أما بالنسبة لأحمد أبو الروب بنزع على حسابي بالإنستجرام شوية ستوريات يرد بها على ستوريات برهم بنزع هذا الستوري الكاتب لولد نزل عني فيديو كامل ونبس رديت بستوريات أدافع فيها عن حالي وبيحكي لي ليش مكبر المشكلة ومشان الله يا زلمي يعني الفيديو تبعك جان علي فوق ل300 ألف مشاهدة وكان بدك يعني أسكت حقي أحكي وبيحكي لي ليش تاخذ الموضوع الشخصي هو أساس صاحبي وحكي عني كشخص أكيد مش هاخذه بشكل سياسي يعني وبعدها ختم هذا السوري اللي كاتب أكيد يتصالح إن شاء الله وفكتبونا يا حباي بالكومنتاج شو رأيكم بهذا الخبر الخبر الثالث اللي عدنا عن هو أخيرا أصالة المالح ولده فأنس نزع على حسابه بالإنستجرام هذا البوست اللي كان بيصورة للطفل وكانوا أنس وأصالة لازمين إيده وكان كاتب على هذا البوست تاريخ اليوم اللي هو 2020-31 شهر 12 وآخر شي خدم بالحمد لله فالف مبروك على ولاده للطفل إن شاء الله يربع بعثكم ودلالكم لا تنسوا يا حبايب تباركولون بالمولودة الجديد الخبر الرابع اللي عدنا عن أحمد أبو الروب والحادث اللي سواه فأحمد أبو الروب نزع على حسابه بالإنستجرام شوية استوريات يقول بيها إنه هو سوا حادث ولكن الحمد لله هذا الحادث طلع من عنده بشكل عادي وما صار شي سيارته ولكن يتوقع أنه حذف هذه الستوريات ولكن هذا الستوري بقى المهم سيبكم من أم النكد خلينا نحكي في موضوع إيجابي طيب قبل شوية عملت حادث وبصدر الله نوصل لنهاية المقطع تمنى المقطع جاوكم لسحوة الله اشتركوا بالقناة تمنىكم في زي مقدمة ملكة الخصاص وكل عم تبخير وبس مع السلامة